اشتركوا في القناة لا تزال ايدي الكيان الصهيوني تطال المواطنين العزل في فلسطين جريمة بشعة ضد الانسانية راحت ضحيتها الشهيدة غادة ابراهيم السباتين ارملة وام لستة اطفال قتلت باستهتار على يد الاحتلال الاسرائيلي اترككم تشاهدون هذا الفيديو الكيان الاسرائيلي ينتهج سياسة اليد الخفيفة على الزناد ضد الفلسطينيين هكذا وصفت الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذا الفعل طبعا هذا الفيديو تفعل معه مدوينون على مواقع تواصل الاجتماعي حيث كتب وليد كبير فيديو صادم يظهر لحظة اعدام سيدة فلسطينية من قبل جنود الاحتلال ببلدة حوسان غرب بيت لحم قتل النفس البريئة ارهاب وجريمة بشعة الشهيدة غادة سباتين 47 سنة ارملة وام لستة اطفال تقبلها الله في جنات النعيم لم يتعلم الدرس بعد والسلام لا يتحقق ببقاء الاحتلال وممارسة الارهاب اما ياسر ابو هلالة فكتب جريمة جديدة للاحتلال غادة سباتين 47 عاما ارملة وام لستة اطفال فقد للنظر في احدى عينيها والعين الاخرى ضعيفة جدا عدمتها قوة الاحتلال الاسرائيلي اليوم بدم بارد خلال قطعها الطريق في حوسان قرب بيت لحم رحمها الله واعانى اطفالها الستة الذين فقدوا الامة والابنة كما ان التعليقات ادانت واستنكرت هذا الفعل الاجرامي حيث علق نسيم قمة الظلم والقهر ربي كن في عون ابنائها الستة الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنة يا رب اما مونا فعلقت اللهم نحتسبها عندك شهيدة اللهم ارحمها بجاه الحبيب بعد هذا الترند نعود الى اجواء رمضان في الجزائر فاهم ما يميز هذا الشهر الفضيل هو تواجد مطاعم الرحمة بكثرة موزعة على كافة ربع الوطن لافطار الصائمين من الفقراء وعابري السبيل هذه المطاعم التي تؤثرها جمعيات وابناء الحي من المحسنين الذين ابرزوا قيم التكفل وتأذر الاجتماعي بين الجزائريين وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تساهم في فعل الخير حيث نشرت صفحة بومرداس سيتي فتح خمسة وخمسين مطعما امام المعوزين وعابري السبيل ببومرداس اما صفحة هنا حمادي فنشرت نطلب من الناس الخير لرهم ديرين مطاعم الرحمة وعابري السبيل في شهر رمضان بحمدي وما جورها يحطوا عنوين واماكن تواجد مطاعم الرحمة في تعليقات هكذا الناس لرهي بعيدة على منازلهم يقدروا يعرفوا ويني روحوا الى اقرب مطعم رحمة وربي اجازكم طبعا هذه التعليقات على هذه المنشورات جاءت مشجعة لهذه الفكرة وللمحسنين الذين يشاركون في افطار عابري السبيل والفقراء حيث كتبت ميليا عيدة وفقكم الله وسدد خطاكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله اما الاحبيب فعلق ما شاء الله شيء مفرح جدا مشكورين وجزاكم الله خيرا وفي تعليق اخر كتب فيه جعلكم الله مفتيحا للخير مغاليق الشر وقدر لكم الخير واجره على ايديكم ووفقكم وتقبل منكم نبقى في اجواء رمضان وفي مغامرة خوض تجربة تناول افطار بين ناطحة السحاب لاندونيسيون ارادوا خوض هذه التجربة في مطعم هو الاول من نوعه في جاكرتا حيث استقبلوا هذا المطعم المحلق 35 زبونا ويرتفع بعلو يبلغ 164 قدما فوق الارض شاهدوا الفيديو ترجمة نانسي قنقر لا قدر الله برمشة عين يحدث ما لا يحمد عقباه اما على الدين فقال هذا افطار بطعم الخلع اي الخوف ومونة علقت مستحيل هذا انتحار وجنون اسمه ما لها الارض منها خلقنا وإليها نرجع اما تعليق اخر كتب فيه كيف تطيب نفس الواحد من الاكل من هذا الترند نمر الى ترند اخر اكتسح صفحات مواقع تواصل الاجتماعي بعد انتشار صور وفيديو لمهاجم فريق مونشستر يونيتد بدا فيه انه قام بكسر هاتف احد المشجعين الذي كان يصوره به اترككم تشاهدون الفيديو بعد انتشار هذا الفيديو بسرعة البرق صفحات مواقع تواصل الاجتماعي على صفحات مواقع تواصل الاجتماعي امر ربما دفع كريسيانو رونالدو الى تقديم اعتدار للمشجعي الذي تصرف معه على هذا النحو وكتب في منشور له على انستغرام ليس من السهل التعامل مع المشاعر في الاوقات الصعبة خاصة التي وجهناها لكن علينا ان نكون محترمين وصبورين لنكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة كما دعا المشجع الى القدوم لمشاهدة مباراة في اولد ترافورد اما التعليقات تبينت حيث علقت صاحبة هذا الحساب الاعتدار من شيامي الرجال اما حيدرف تعلق على انه تصرف متغطرس وهذا التعليق كتب فيه كريسيانو مو انسان مثلنا مثله تصرف بعصبية واعتدر وحاول ان يصحح الخطأ الى هنا نأتي وإياكم مشاهدين الكرام الى ختام عدد الاخبارية ترنديك لنهر اليوم اراكم في اعداد اخرى بحول الله الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة